كان عندنا سؤال قبل الفاصل هل في المال حق سوى الزكاة؟ دكتور هاني نعم فيها حقوق كثيرة جدا غير الزكاة الزكاة حق مفروض يخص المال وهناك حقوق أخرى متعلقة بأناس آخرين منها قول الله تعالى وَآتِ ذا الْقُرْبَ حَقَّهُ بالمناسبة دول أيتين يا جماعة في وَآتِ وفي فَآتِ وفي وفي أموالهم حق وفي أموالهم والذين في أموالهم حق معلوم فالقريب له حق حتى أحيانا ممكن يكون غني لا يستحق الزكاة لكن ليه حق تاني في مالك ويزداد هذا الحق لو كان فقيرا فبعض الناس للأسف بتفهم الزكاة أو الصدقة عموما أن هي قاصرة فقط على الفقير أو المسكين أو المحتاج فقط أو أن الزكاة المرتبت بها الزكاة المفروضة لشنا كمان عندنا فيها شيء قررون حاجة اسمها النفقة ودي قد تكون أعلى النفقة أعلى من الزكاة لأن النفقة واجبة ويترتب عليه إثم كبير جدا لهذا الشخص المفروض أن أنا أنفق عليه بقى كزوجة أو كابن أسألونا كماذا ينفقون كل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتام والمساكين وابن السبيل أما تفعلون خير هو كمان عندنا كلمة الزكاة أو المتارد على الزهن على طول كده بيجي معنى الإنفاق طيب تعالوا نرتب مع بعض كده ترتيب منطقي سريع حلشان الإنسان يقدر ينفق يبقى لازم أن يكون عنده ما ينفق منه تمام وما ينفق منه لازم أن يكون مملوكا له صحيح وما دام مملوك لي لازم يكون فائد عن حاجته وحاجة من يعول أنا عايزة أردت بديه أشان المشاهد يركز فيها أول يبقى واحد يكون مملوك لي واحد يكون عنده ما ينفق منه إلا عنده ده يكون ممنوك لي رقم ثلاثة الممنوك ده يكون فائد عن حاجته وحاجة من يعول ولذلك إحنا بنقول هنا ده كله محصله يأتي عن العمل طب يطر العمل على قدر الحاجة ولا على قدر الطاقة هنا نقول العمل على قدر الطاقة وليس على قدر الحاجة لأنه لو قلت إن العمل على قدر الحاجة يبقى كيف نوجد مقومات الحياة لغير القادرين على العمل أصلاً الفرق إيه من الجملتين يا دكتور أسامة؟ قدر الحاجة أنا بكفي نفسي فقط إنما قدر الطاقة أنا بعمل وفق طاقاتي وقدراتي وإمكاناتي وأدواتي وألياتي فده هنا بيعمل لي سعة وزيادة وبيبقى فيه زيادة عندي اللي هي الحاجة اللي حم نكلم عنه نجيب مثال من غير زعل زي بعض الصناعية كده يجي يعمل لك مصلحة خد أجرة ماشي ومن ثلاثة أربعة ما تشوفوش الثلاثة أربعة تيام دور ده قدر الحاجة إنما لو قدر الطاقة يكون عنده طموح يبقى صاحب شركة الله يفتعال فيشتغل أكتر العمل المستمر